موسيقى بالنسبة للقاء الآخر منتخب الوطني مع المتخب الفرنسي تلائل المحللين في مجال الكرة القادم الأغلبية كيستنكر هذه المهزلة هذه اللي وقعت في المقابلة المغرب وفرنسا جوج ديال دربة الجزاء ما أعلنش عليها الحاكم المكسيكي فالأبعد من هذا أنه دخل عبر الموقع ديال انستغرام تاو كيستفز المغاربة يعني أنهم يديروا ضغط على الفيفا باش يتعاود الماتش إحنا كعارفين أن الماتش ما يمكنش يتعاود ولكن إحنا اللي بغينا أن الفيفا تاخد بحق ديال المغربة كاملة لأنه هو حلم ديال الأمة المغربية كاملة يعني تضرب في السفر مجهود ديال المنتخب كامل تضرب في السفر عبره يعني الضلم التحكيمي كما شنا أن الضار يخدم غير منتخبات كبيرة أعلنشنا كي باش ضلمونا في روسيا ما أعلنش على ضربة الجزاء أو تاني نفس المشكل كي يوقع أو تاني هنا في قطار في طبيعة الحالة يشاهدون جميع الناس في العالم عبر مواقع التواصل أو عبر سمشوا جميع القنوات الإعلامية محللين كما قلت استطيع دل الدول الأوروبية لاعبين كبار متكا سياس حكام دوليين سابقين في اللعبة كل شيء قال بأنه تضربت الجزاء واضحة والفار لم يستعملوا الحكم والله يأخذ فيه الحق كنت حاضر في الملعب وكان عيشوا المرة التانية على التوالي ضربة الجزاء كانت تبدل مجرم وقابلة كنت تمنوا على الله يكون خير دولي يعطى الله أعطاه نحن يما ما كنت شكوش ما مقاوش نتشكو هنقول الحمد لله على أي حاجة فارق قوي فارق قابل على مؤهلات كبيرة تحكيم كنت تمنوا على الله أن تبدل تحكيم أنا شي بليم داخل فيه ما هو سياسي ورد قادم ما تيخليوش فورقة الصغرى أنها توصل واحد للمراتب كبيرة مغريب مو فاجئ أخر جيت ليهم من من ليشي كنت تمنوا على الله يكون خير وديما مغريب وشان قولك ومعلمون شي خاف السرع والدرع تشوف احنا عطيناهم حسابهم عطينا البلجيكا حسابها عطينا الصبانيا حسابها وعطينا البرتغال حسابها وفرنسا جي حسابها فلاكوب ديومونت الشاي عدبناها وما زالا غادي تعدبو كاملين نحنا ما كان ننساوش ضلمونا تحكيميا لا ننساوش لا ننساوش لا ننساوش لا ننساوش لا ننساوش أولا نحب أن نشكره للعابة والتقم التقني والإدارة المنتخب على هذا لا نساوش وصلونا إلى واحد درجة لا كنا نتخيلها ولا نصورها وذلك الشي اللي وقع في الماشي ديال فرنسا بشكل ثاني بسيئة كتر من بينين اكتر من بينين هذا دية البوفال من هناك وزاد البوفال بالصفرها لا ننساوش كيف أشدلها والبنالتي الثانية نفسه تصفر الارجنتين تضلغها بساودي ما عندنا قتم إملاء وطيئة بالأرض لا يساوش لا نعرف أن أخذنا لا نساوش أريدنا بشيه طريح أريدنا بشيه بشيه نفهموا نفهموش نوقع في ذاك الماتش لأن كوراويين كنا حسن من فرنسا في ذاك الماتش شدين عليهم كورا العبنا حسن منهم ولكن لاغبيت وكانت حسب ذاك الماتش يجيب فعل آآآ رغي يكون ماتش خر وغا تكون هدراك خراء وغا نمشي معاهم فيه ما بغاو ولكن الحمدلله على كل حال دومي الفينال رغم ماشي سهلا أول فريق أفريق يوصل دومي الفينال وإن شاء الله نختموها بمركز ثالث إن شاء الله دكرواتيا وإحنا أنا معاهم تلاخر دخيقا إن شاء الله إيه اللي شفناه في هذه المباراة دي الأمام المنتخب الفرنسي ما فهمناش هدى المنزلة الحكيمية علي كانت دربة الززاء واضحة لبوفال من بعد دي الأملاح كانت واكثر من دي البوفال لكن الضلم تنعيشو عشناه في الفين وطفانتاش احنا كنعيشو في الفين واثنين وعشرين في قاطر في دولة عربية عشنا هدى المنزلة وتنطلب من من الجامعة ما تنقفش عن الحد ديالا تزيد بحيد في هذا الموضوع وإن شاء الله دابا نسو هدى المباراة دي القرواتية وانتمنى نوفر المرتبة الثلجة علشنا إحنا دابا عبنا تجيو عدنا لاعبين صغار في السن يقدموا إيجابيا إن شاء الله في المنذيال الفين وعشرين وإحنا إن شاء الله نمشيو الكاس إبريقية باش نكونوا مرشحين عليها إن شاء الله وهذا شيء اللي كنقول لها شكرا للمنتخب شكرا للاعبين شكرا لكل المقدمة شكرا لقطار إن شاء الله شكرا لجمال المغربية التي قدمت بكثرة لقطار وإن شاء الله يكون الخير إن شاء الله من القدام وإن شاء الله المنتخب المغربي ديما وديما مغرب إن شاء الله